ألا تخفف من ذعرك أيها الرجل لما لقناه من الروع والهول أيها الأمير أنت الآن آمن بين يدي الحشاش لست في غمرة تلك الأمواج الآيجة ما كان الذعر من الموج أيها الأمير بل ممن طلع علينا من قلب الموج قل لي قل لي وعلمني ما الذي حدث معكم كنا في سفينة صغيرة مسالمة مسافرة من أنتم رهض من العرب المسلمين وبيننا امرأة عربية مسلمة من بني يربوع مسافرة معنا ومعها زوجها وابنها أكبر وقد جرف الموج والريح سفينتنا فاقتربت من سيف الهند فخرجت علينا سفينة قراصنا من رعاية الملك داهر ملك السند فسلبون أمتعتنا ثم أخذوا في تقتلنا فما نجوت إلا أنا وقد سقطت من السفينة فدفعني الموج إلى البر والمرأة ما حملني إليك أيها الأمير إلا صرخة استغاثتها وندهتها فبعد أن اختصبت وقبل أن تقتل كانت تصرخ مستجيرة بك وكأني لازلت أسمع صرختها وحجاجا وحجاجا كفى 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 خذوه وأكرموه فاطم أما أنت أيها المرأة فلبيك توني بمحمد بن القاسم الثقفي يا ابن القاسم تنطلق إلى هذا الفتح من شيراز وتزود فيها بقوتين قوة برية من 20 ألف مقاتل وقوة بحرية تحمل جند الأسطول وكل هذا لا يؤديك غاية نصرك إلا العزيمة التي أراها أحيانا أحيانا ما زالت ندهة تلك المرأة وصرختها تلوب في سمعي فإن كان هذا ثأرا لها ولمن كان معها فما كانت ندهتها إلا تنبيعا لنا لما بدنا نلاقيه من ملك السند فلا تقف يا محمد إلا على جثمان ذلك الملك بعد فتح دياره